موسيقى الاشكال اليوم بتاع الوثيق الحالة مدنية هي من اكبر الاشكاليات للادارة والمواطن المواطن من اكثر الخدمات اللي يطلبها من البلدية هي وثيق الحالة مدنية لكن من اكثر وثيق اللي تطلبها الادارة هي وثيق الحالة مدنية نلقاه بالإستدستيك لأكثر من 80% من الوثيق الحالة المدنية يطلبها الإدارة المواطن يخرجها من البلدية اللي هي إدارة باش يعطيها للإدارة وهذاك اللي خلنا نخموه في هالمنظومة جديدة وتعتمد على المعرف الوحيد للمواطن باش الإدارة اللي حاجتها بمعطيات حالة مدنية من غير ما تطلبها من المواطن تطلبها مباشرة من الإدارة وهكيكا معناها نظريا نجموا تخلصوا من أكثر من 80% من الوثيق اليوم كنجي ونشوفوا التكلفة متاع المضمون على الإدارة معناها في أحسن الحسابات تفاؤلين نلقاوها تتكلف في 2500 فرنك المواطن يدفع في 500 كل مضمون تخرجوا الدولة هي قاعدة تخسر عليه في 2200 تقريباً فلوس لكن اليوم العواني كانوا يخدموا في استخراج الوثيق الحالة المدنية يقولوا قالي شو يعملوا لا هنا هو اللي يهتموا بحاجات ما أهم في الحالة المدنية اليوم المواطن يحب الوثيق متاعوا تكون محينة يحب ما فيهاش أغلاط يحب كتجي أحكام من المحاكم يتم تسجيلها معناها في الإبان مش من بعد شهر وبعد شهرين اليوم الأعوان اللي غارقين في استخراج الوثيق بحاجات ما أهم في الحالة المدنية هو تحين السجلات والأصلاح الأخطاء اللي توجد والتسجيل معناها الحيني للزواج والولادات إلى خيره تمشي متاعنا جنوباً بدنا عملنا حصر للهيكل العمومية لتطلب الوثيق الحالة المدنية بدنا نخدموا معاهم من الهيكل الأكثر طلب حتى الأقل طلب بدنا بوزارة التربية ووزارة الشرون اجتماعية بعد خدمنا مع وزارة داخلية مع وزارة العدل والتعليم العالي ودفد الخانة ومزلنا عنا لو أخر بالنسبة لوزارة الشرون اجتماعية انطلقوا من جويلة 2020 وصحفي معناها باسم وزير الشرون اجتماعية ليعلم المواطنين اللي راوا ما يحتاجوش الإدلاب بوثيقة المضمون لكل الخدمات اللي خاصة بالضمان الاجتماعي ومبعد جات من بعض من سيناساس نفس الشي اليوم عنا سيناساس والكنام وصينار بيس معاش يطلبوا مضامن على المواطنين بعد وزارة التربية نفس الشي بعد عملنا نفس الشي مع وزارة الداخلية ووزارة العدل كملنا تاو الأعمال التقنية لكل وان شاء الله عن قريب تاو يعلنوا عليها هما الداخلية والعدل كثير من الخدمات اللي يزديوها معاش يحتاجوا المضمون احنا إذا كان هالهيك اللي سميتهم هذوم الكل في 2021 يكملوا يدخلوا معناه يكملوا كل المتطالبات تبادل الإلكتروني تبادل معطيات الحالة المدنية نكونوا ديجا معناها أقضينا على 80% من الطلبات متاع المضامن اللي في البلد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر